قصف ومواجهات وعمليات عسكرية وغير ذلك من المشاهد المعتادة على جبهات الحرب السورية وقد باتت الرقة مع قلو تنظيم داعش مسرحاً للاشتباكات مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية لسيطرة على المدينة إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض توثيقه مقتل 26 شخصاً بينهم أطفال ونساء جراء ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد داعش علاوة على الجرحة مشيراً إلى ترافق القصف مع محاولات المدنيين للفرار من مناطق سيطرة داعش باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في أطراف المدينة المرصد حذر أيضاً من امتلاك داعش أسلحة كيميائية ينوي استخدامها مع اكتراب معركة الرقة من الحسب وفقاً لمعلومات وصفها بالموثوقة ما يعرض حياة عشرات آلاف المدنيين للخطر إلى ريف دمشق الجنوبي الشرقي حيث شهد اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين موالين لها من جهة ومسلحين معارضين من جهة أخرى لليوم الثالث على التوالي مصادر وصفها المرصد السوري بالموثوقة أكدت أن الفصائل المعارضة تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على المنطقة في محاولة لاستعالة ما خسرت خلال الأسابيع الفائتة نتيجة هجمات متلاحقة نفذتها القوات النظامية وفي البادية السورية لا تزال العمليات العسكرية مستمرة امتداداً من داخل الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور وصولاً إلى الريف الشرقي لحمى مروراً بريف الرقة وبادية حمص الشرقية في محاولة من القوات النظامية لتقليص نطاق سيطرة مسلحي تنظيم داعش فيما تبقى من محافظات حمص وحمى والرقة المرصد رصد خلال الساعات الثمانية والأربعين الفائتة نشوب معارك عنيفة في ريف حماس الشرقي والريف الشرقي لحمص بالتزامن مع استمرار القتال على محاور قرب الضفاف الجنوبية لنهر الفرات بالريف الشرقي للرقة فيما شهد الريف الغربي لدير الزور عمليات قصف مكثفة من قبل القوات النظامية وطائراته الحربية مقيعتان مزيداً من الخسائر البشرية المرصد أكد أيضاً مقتل 15 مدنية على الأقل في قصف شنته طائرات مجهولة الهوية على منطقة التبني بريف دير الزور الغربي ترجمة نانسي قنقر